اشتركوا في القناة وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن تواجد الفريق الملكي لأداء في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين القدرة تجسد العلاقة المتينة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل الاهتمام المتبادل والجهود المشتركة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله ورعاه وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين القدرة والتحمل تعتبر من البطولات الكبرى في العالم وتحظى بمشاركة كبيرة من دول العالم حيث ينظر الفرسان لهذه البطولة بعين الاعتبار والجميع يسعى ويستهدف الصعود على منصة التتويج خصوصا أنها تحمل اسم قائد الأمة الإسلامية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود وأعرب سموه عن اعتزازه بتواجد الفريق الملكي للقدرة في هذه البطولة حيث سيسعى لتقديم أفضل المستويات لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشاركة في ظل امتلاك الفريق نخبة من الفرسان المتميزين القادرين على تحقيق النتائج الإيجابية هذا وشارك فرسان الفريق الملكي للقدرة وفرسان الاستبلات الخاصة في الفحص البيطري الذي أقيم في قرية البطولة بتنظيم مثالي من اللجنة المنظمة وجهود لجان الحكام والبيطرة كما جرى ترقيم الجياد واستلام الملابس الخاصة بالفرسان وأنهى فرسان الفريق الملكي للقدرة التحضيرات بخوض تدريب أخير في قرية البطولة حيث وقف الفرسان على جاهزية الجياد بمتابعة مستمرة من الجهاز الفني اشتركوا في القناة